هذا سؤال من التجمعات الجديدة وفيه عملية ضرب عادية لكن لأن الرقام كبيرة تسوي مشكلة عند تصل الله جرب توقف الفيديو وحاول تحل تعالوا نضرب بشكل طبيعي يوم أضرب واحد في أي قيمة رح تنزل القيمة زي ما هي ثلاثة بعدين ثلاثة صفار بعدين ثلاثة طب يوم أضرب في صفر نبدأ اللف خانة يسار كل صفر يعني نزيح خانة ليسار فعندي الصفر الأول والصفر الثاني والصفر الثالث كذا خلصنا الثلاثة صفار أزحنا ثلاث خانات لليسار بعدين تعالوا نضرب في واحد يوم أضرب في واحد رح ينزل نفس القيمة ثلاثة وثلاثة صفار وثلاثة طب تعالوا نجمع الثلاثة تنزل زي ما هي والثلاثة صفار رح تنزل زي ما هي ثلاثة وثلاثة يعطينا كم ستة بعدين ثلاثة صفار زي ما هي وآخر شي ثلاثة فبيكون الناتج أي واحد من هذه الخيارات ما في ولا واحد يشبه هذه القيمة إلا الخيار ألف فيكون هو الجواب الصح الخيار دال هنا صفرين وهنا صفرين هنا عندنا ثلاث أصفار بثلاث أصفار فيكون الجواب الصح معنا ألف بالتوفيق إن شاء الله